شنو خيوقي على الكوكب الأرض إلا اختفت الشمس فجأة سؤال درنا عليه فيديو من قبل ولكن جاوبنا بشكل مختصر بالذات تفاصيل اللي غتكون في الفيديو ربما غتكون أكثر دقة وللأسف أكثر ورعبا وأنا هنا ماشي باش نخوفك بغي باش تعرف النعمة اللي انت عايش فيها لأنك من اللي خلاقاتي انت كتشوف الشمس بعينك بحسب الفلسفة البشرية مستحيل تعرف النعمة للحاجة إلا إذا استطعت الإدراك عشنا هي حياتك بلبيا أول حاجة في هذا الفيديو اللي خاصك تفهمها أنه الضوء دي للشمس اللي كي وصلك ماشي الضوء الآني بل الشمس اللي كتشوفها كتشوف الصورة دي لها في الماضي يعني كيفاش كانت ديرة قبل 8 دقيق وهذا بسبب أن الضوء كي صار في طاعة مسافة كي يستغرق وقت باش يقطع هذه المسافة الشمس بعيد على الأرض 150 مليون كيلومتر الضوء كيمشي بسرعة مليار و 80 مليون كيلومتر في الساعة وبالتالي إلا ضربت له الحساب فكتلقى أنه كي قطع هذه المسافة في 8 دقيق يعني أن الضوء اللي خارج من الشمس كي يضرب 8 دقيق باش يوصل عندك الأرض باش تشوفه والصورة اللي كي خرج بها هي اللي كي هزاء وكي وصلها لك يعني هنا غتفهم أنه كلها شوفها في الشمس هي شوفها والصورة دي لها قبل 8 دقيق أوكي عرفتوا أنه بزيف اللي مفهمش هذه القضية هذه بسطة لكم بمثال بسيط شي بنت كتسكون في مدينة الرباط أخوها ساكن في مراكش الأم ديرهم بجوج حاليا عند بنتها أخذي لهذه البنت طلب من الويدة دياله لأنه فاش تكون جاية نجيب له أحدث صورة رخته وبالفعل في اللحظة اللي عم قررت انها تصافر البنت مشت صورات أعطت صورا ديالها لأمها باش تأعطيها الخوها الأم صافرة, جاية في الطريقة وهذه الصورة في هذه اللحظة البنت بدلت اللوك ديالها فالأم التي ستージ Bilder ستعطى الآن صور به حسب الصورة التي خلّت بها من الربع لا شيء حسب الصورة الحالي من عنده اللوك مثلي Gold حيث الصورة صافرت و جاية من الماضي سترى الحالة التي��ت في هذه اللحظة التي صورته والأمات اللوك حيث لا يرى الكتور في اللحظة حالي الذي بدلها هذلك لأنه otroوك تعطيت بعد أن الم Спасибо هذا هو الشمس الآن هي الصورة التي تطارق بها من الشمس وتسارق 8 دقيق فهو يوصل لك الصورة كما تخرج بها من الشمس قبل 8 دقيق فإذا تراجي تغيير للشمس بنفس المثال أن البنت بدلت اللوك دياله فرخص تسنى 8 دقيق الجاية اللي جاي فيها الضو جديد لماذا نعود لك هذا الشيء كامل؟ اللي بغيت نقول لك أنه إلا اختفت الشمس ما غيرتش نعقو بها أنها اختفت سيق بلاس بلغم قوم شوفوها 8 دقيق حيث في اللحظة اللي كانت فيها الشمس حية تغلق الضو بجي وصل لنا الصورة دياله ليس غير الشمس لفيها القضية جميع الحواجب السما حسب البعد ديالهم مثلا الصورة اللي كتشوف ديال القمر هي متأخرة بتانية واحدة وبعض الأجزاء من المئة يعني الصورة ديال القمر اللي كتشوف ليس آنية بل كما كان عليها قبل تانية واحدة لأنه الضوء بجي خرج من القمر وصل لنا استغلق تانية إذا أول فاكت نحضر عليها الاختفت الشمس هي أنه ما عطروا اللي نواله لمدة 8 دقيق لأن حياة غريت تستمر حسب ضوء الشمس اللي وصل بدون إشكال الإفكت التاني اللي هنهضر عليه هي غرافيتي الجاديبية لأن الشمس الجاديبية ديالها هائلة بدرجة أنها كتتحكم في 8 ديالكواكب في غضام شمسي هائل دقة واحدة ولكن شحام واحد كيسحب لها أنه الاختفت الشمس سيخ بلاس غدي نجلوه في الفضاء لا الجاديبية ديالها عندها سرعة بنفس المقدار ديال الضوء وبنفس اللوجيك النظارية النسبية ديالإنشتاين كتأكد أن قوة الجاديبية لها السرعة محددة وهذه السرعة الجاديبية هي نفسها سرعة الضوء بنفس المقدار يعني مليار و 80 مليون كيلومتر في الساعة اللي هي 300 ألف كيلومتر في الثانية وهي سرعة غير لحظية وهذا كيعني أن مع اختفاء الشمس جميع الكواكب المجموعة الشمسية مغتش يطيحوا سيخ بلاس حاسبش حركة قطعة الجاديبية لكي توصل عند الكواكب بالنسبة أننا كواكب الأرض بنفس المعيار سيقوم بقاوة 8 ديالتقائق على نفس الحال فنظروف المجموعة الشمسية رغم أن الشمس اختفت ذلك لأنه الجاديبية بقى توصلنا 8 دقائق من بعد الاختفاء الحالة مفجأة سيقول لي مظلم بشكل مفاجئ طبعا الناس اللي عندهم الليل مغي يحسوا بواله ولكن الناس اللي عندهم النهار سيخ بلاساته اللي عندهم الكحولية وهنا رسميا الأرض غد خرز على المطار ديالها في المجموعة الشمسية بعد ما سبقها عطارد والزهراء المسافة اللي قد تربط الأرض مع المريخ هي ميتين وخمس وعشرين مليون كيلومتر يعني أنه المريخ هدي بقى يدور عادي مرانة لمدة 13 دقيقة هذا غد يطيح حتى هو بالمختصر المفيد هذه المعطيات اللي غد نعطي كدابه على افتراض أنه الأرض ملطحت من المجموعة الشمسية ما زال ما استطمتش بشي كوكب من المجموعة لماذا نضر على الاستخدام؟ لأنه سرعة الأرض غد يتبدل من درد اختفي الشمس سرعة الأرض بعد الوقوع ستولي 30 كيلومتر في الساعة وكما قلت لك على افتراض أنها ما غد يش تساطح مع شي كوكب كوي كيبات في الطريق أو توقب أسود في الطريق فراها الأرض أتبقى غادة 43 ألف سنة في خط مستقيم إلى أن تجد نجماً آخر اللي غد تضر على المطار دياله نرجعوه لداخل الأرض نبدأه بالسماء بعد 8 ديالتقايق ما شغل الأرض اللي غد تولي من دلما بل حتى القمر لأنه أصلاً الضوء الأبيض اللي غد تشوف في القمر ما هو إلا ضوء الشمس منعكس عليه الحاجة الوحيدة اللي غد تشوف في السماه هي ضوء النجوم بعد ساعة من اختفاء الشمس غير عمش فق القطبي الأرض لأنه مبقاش تأثير الشمس على المجال المغناطيسي وغد يتبدأ تبان بوادر الموت البطئ على النباتات النباتات كتعتمد على ضوء الشمس باش تدير عملية تمثيل ضوئي وتحويل الضوء إلى طاقة وهي الطريقة باش تبقى النباتات على قيد الحياة بدون ضوء الشمس غد تموت معطم النباتات الصغيرة أما اللي هي كبيرة بحل الأشجار غد تبقى مدة من الزمن بسبب البطء للعملية تمثيل الغذائي ديالها وهذا غد يؤدي إلى وفاة الحيوانات العاشبة وبوفاتها غد تموت اللاحمة أيضاً اللي غد تغدى لها بعدما غد يوقع سرع البقاء مبيناتهم طور الكائنات الحية في البرية اللي غد تبقى عيشها مدة طويلة ولكن في الأخير غد تموت تهية إلا ماشي بالجوع غد تموت بسبب التجمد ساعة ونصف من بعدما اختفت الشمس وفاة البكتيريا الزرقة اللي كتنتج الأكسجين وبالتالي غد يوقع واحد النقص حاد للأكسجين هدف الوقت اللي غيكون واحد الفزع كبير في الأرض ما بين البشار استنفار أمني كبير هروب هلع فزع بين الناس غيختار طلحابل والنابل غيوقع استنفار أمني الخروج عن السيطرة في العالم كامل المعنى الحقيقي للفوضى خمس ساعات بعد اختفاء الشمس غيب دى البشار في لمس أشكال الموت غد نخافض متوسط درجة حرارة الأرض إلى 32 درجة فورنايت كل ما زاد الوقت كل ما زاد نخفاض درجة الحرارة وأول البلايس اللي غد نخافض فيهم درجة الحرارة هما الأماكن القطبية وغد تموت العديد من الكائنات المجهرية اللي هي مفيدة للحياة دينا 72 ساعة على اختفاء الشمس والدفء اللي كان يحاول له بالأرض انه يعطيه لها باش يسخنها لم يعود كافيا وهنا الأرض انطلاقا من القطبين ستشرع في عملية التجمد ويبدأ الساقع باش ينتشر على الكوكب على الرغم من هذا فإنه السطح هو اللي سيبدأ بالبرودة في حين أنه الطبقة دي الأرض لكون مازالة ساخنة تالي يلغسط في أعماق البحار في الوقت لتلقاه ساخن أرغم أن الأرض مقبلة على عصر جديد شهر على اختفاء الشمس وفاة آخر الكائنات اللي بقت صامدة في الظروف الكائنات اللي بقت صامدة هي الكائنات اللي كانت قراب من الفوهات البركانية أو خطوط الاستواء هم حاليا في دمة الله الأرض رسمية تخلط العصر الجديد جديد وبها نزلت درجة الحرارة وهنا النقطة اللي روقع فيها الموت الجماعي للكائنات خاصة البحرية اللي كانت عندها الحرارة عادية طيلة الشهر بعد عام من اختفاء الشمس رسميا الجديد يغطي الأرض كاملة وغدتحول الأرض إلى كرة جديدية صلبة سميكة السطح بدرجة حرارة وصلت للسالب 150 دراجة مئوية وهذه الحرارة تستمر في النزول حتى توصل ناقص 400 دراجة ولكنها تبقى كائنات ما زال حية في الخنادق اللي هي عميقة في المحطط واللي تعيش على الفتوحات الحرارية الأرضية فهذه الكائنات لا تحتاج الشمس لكي تعيش عندها زيد ناقص كانت الشمس لما كانتش وللمعلومة الغريبة أن هذا الكائنات هذا حتى بهذا الوضع هذا قدرت تستمر في التكاثر والعيش مليارات السنين وقد تبقى الكرة أرضية بهذا الوضع هذا ونهاية الوضع تحول الأرض إلى كرة جليدية صلبة في الفضاء كتبحت عن نظام شمسي جديد بوحش عملاق في الطريق